في واحدة من اهم المعالم المعمارية التي ترمز لمدينة مارسيليا الفرنسية حيث تبرز ناطحة السحاب ضخمة بثلاثة وثلاثين طابقا يمضي رودورف سعاد نصف وقته اليومي ليدير خطوط الشحن البحري والجوي حول مائة وستين دولة في العالم ضمن امبراطورية كبرى يقودها بثيقة وجدارة لم تجعله فقط مليارديرا بل وايضا قطبا من اغطاب الشحن الدولي فما سر هذه الثروة؟ ولد رودورف سعادة في لبنان عام 1970 لعائلة من اصول لبنانية فولده جاك سعادة هاجر الى فرنسا ابان الحرب الاهلية في لبنان ثم حصل على الجنسية الفرنسية درس رودورف التجارة والتسويق في جامعة مونتريال ثم اسس شركة لخدمات المياه قبل ان ينضم في عام 1994 لمجموعة سيم اي سي جي ام التي تعد احدى اهم شركات الشحن في العالم قبل ان يؤسس هذه الامبراطورية كان جاك يتولى ادارة الاعمال العائلية بعد وفاة والده التي كانت مجموعة من المصانع في سوريا متخصصة في انتاج التبغي وبذور القطن وزيت الزيتون والثلج اثناء ذلك ذهب جاك الى نيويورك فشهد هناك الحاوية التي كان الجيش الامريكي يستخدمها خلال الحرب وفكر في نقل البضائع بين الدول بطريقة سريعة وهو ما جعله يؤسس شركة للنقل البحري عندما استقر مع عائلته في مارسيليا عام 1978 بدأت الشركة التي حملت اسم سيم اي انا ذاك باربعة موظفين وسفينة واحدة وكانت تقدم خدمة بحرية واحدة فقط بالشحن بين مارسيليا وبيروت ثم نمت عاما بعد عام مع حلول العام 1992 تنامت لدى جاك الذي يحمل شهادة في الاقتصاد قناعات بان الصين ستصبح قبلة للتجار فقام بتأسيس مكتب للشركة في شانجهاي وحتى يسيطر على السوق بشكل افضل اتبع سياسة الاستحواذ على الشركات الاصغر كشركة اين ال وشركة سي جي ام وشركة ديلماس كما دخل في تحالف مع ثلاث شركات شحن اخرى ليصبح مالكا لثالث اكبر شركة شحن حاويات في العالم مع دخول العام 2006 في عام 2009 تأثرت الشركة بالازمة الاقتصادية ولكن جاك كان قادرا على تخطي تلك المرحلة وواصل نجاحاته حتى باتت الشركة تدير نحو 540 سفينة وتخدم نحو 420 ميناء تجاريا عالميا اثناء ذلك كان رودولف تحت ادارة والده يدير بنجاح خطوط شحن مختلفة قبل ان يصبح مسؤولا عن خطوط عبر المحيط الاطلسي وعبر المحيط الهادئ وهو ما جعل والده يثق بقدراته فقام بتعينه نائب للرئيس وعضوا بمجلس ادارة سي ام اي سي جي ام في عام 2010 حيث اشرف على اعادة الهيكلة المالية للمجموعة في عام 2015 عرض رودولف الاستحواذ الطوعي لجميع اسهم شركة نيبتون اوريانت لاينز ان او ال وهي شركة شحن مقرها سينغافورا واصبح رئيسا لمجلس ادارتها كما نجح في انجاز اتفاقية تشغيلية مع شركات كوسكو شيبينغ وافرغرين لاين و او او سي ال في اواخر العام 2017 قام جاك بتعين رودولف سعادة رئيسا لمجلس الادارة خلفا له فقام رودولف بتنفيذ استراتيجية جديدة تضمنت التحول الرقمي وتحسين خدمات النقل في العام التالي وبعد وفاة جاك اصبح رودولف وريث ثروة كبيرة بالتشارك مع عائلته لكنه بقي يقود الشركة حيث قام بعدة تحسينات لاحقة كادخال خدمات النقل الجوي ويقامة شراكة استراتيجية مع شركة ايرفرينس كيل ام بالاضافة الى اطلاق مركز للتدريب والابتكار تخدم الشركة اليوم تحت ادارة رودولف في اكثر من مائة وستين دولة وتبلغ ايراداتها نحو سبعة واربعين مليار دولار فيما تقدر ثروة العائلة بواحد واربعين مليارا واربعمائة مليون دولار امريكي فيما تقدر ثروته الشخصية بنحو ستة عشر مليارا وتسعمائة مليون دولار اشتركوا في القناة